سرح رادوفان كرديتش أنه يستحق أن يكفأ على جهوده من أجل السلام هذه التصريحات تتعارض مع أراء الكثيرين ممن فقدوا أبنائهم في مذبحة سير برنيتشيا تقول هذه السيدة هو بهذا السلوك أمام المحكمة لن يسمح لأن يكون هناك أي فرصة لخلق المصالحة والتعايش تقول سيدة أخرى فقدت زوجها وابنها في المجزرة إذا فاز الاتحاد الأوروبي بجائزة نوبل للسلام وخاصة بعد الإبادة الجماعية التي حدثت فأنه ليس من المفاجئ أبدا أن كرديتش هو أحد الأشخاص الذين عملوا على تعزيز السلام ويواجه كرديتش أيضا تهمة المسؤولية الكاملة عن مذبحة سير برنيتشيا التي ذهب ضحيتها حوالي ثمانية آلاف رجلا وفتا مسلم تقول هذه السيدة مدافعة عن كرديتش لن يكون هناك عدالة وصرب لن يرواها أتمنى له كل التوفيق ولكن لا أعتقد أنه سيخرج من هناك هذا وتعتبر مذبحة سير برنيتشيا أسوأ مجزرة ترتكب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية